خطاط بالفطرة منذ طفولته حتى بيض شعره فيها الخطاط محسن محمد أحمد من قضاء حديثة بمحافظة الأنبار ينافس كبار الخطاطين في خط النسخ لما يتميز به هذا النوع من قدسية كبيرة وذلك لكتابة المصحف الشريف به كما أقام محسن عددا من المعارض الفنية في مختلف مناطق البلاد مارست مهنة الخط منذ الصغر من كان عمري 14 سنة واختصيت بهوائق أنواع من الخطوط لكن كان الخط الذي في قلبي هو خط النسخ لأنه خط المصحف الكريم والخطوط إلى أنواع عدة لكن خط الرقع وخط النسخ هو المتداول أما صعوبة الخطوط هي خط الثلاث والخط الكوفي لأنه يمتاز بالمقاسات استوقفتني خمس نقاط لابن البواب أولا قوة الأخماس وحدة الألماس وجودة القرطاس ولمعاني النقاس وحبس الأنفاس واتخذ الخطاط محسن اسلوبا متفردا بالخط حتى صار مدرسة للخط العربي في مناطق أعالي الفرات بعد أن حول تقاسيم الخطوط إلى لوحة فنية وإدخال الألوان عليها ما دع المختصين في مجال الفن التشكيلي لتشجيعه بإقامة العديد من المعارض من خلال مرافقته له ومتابعة لأعمال التي ينجزها دوما أرى بأنه قد تطور كثيرا وخلق من لوحة الخط لوحة فنية تشكيلية متكاملة بعد إدخال الألوان وإدخال الزخرفة كذلك نتمنى له إقامة معرض تخصصي له سواء كان داخل حديثة أو خارج حديثة ويتميز خط النسخ بالسهولة والجمال فهو يتشابه مع خط الثلث في جماله لكن قواعد خط النسخ أكثر قاعدية وأقل صعوبة وقد كتب به نسخ القرآن الكريم كما نسخت به الكتب والمخطوطات العربية وفيه قابلية للتشكيل لبرنامج صباح الخير يا عراق باسم الشمري الأنبار